السلام عليكم ورحمة الله هنعمل النهار ده بقى بنات السمان المحشي رز بالسمنة البلدي عملت معاكم السمان المشوي بتتبيلة اروع من الروعة يا بنات وكان طري واحلى من بتاع المطاعم هسيب لكم اللينك بتاعه فاول كومنتو مسبت يا بنات السمان المشوي في الفرن بتتبيلة رائعة ده بقى حشيته رز بالسمنة البلدي لكن كان اكتر من رائع يا بنات احنا بنموت في السمان اكتر من الحمام السمان ده يا بنات اكله صحي جدا ولحمة بيضة ويمفوش دهن وبروتين عالي ويمفوش كلسترول يا بنات بصوا يا بنات الرزم فلفل هقول لكم كل الخطوات وازاي يطلع كل لونه موحد لون الاصفر الزهب الجميل ده ويمفوش اللحمة مستوي وبسم الله ما شاء الله مفوش قطع ولا فيه اي حاجة لوحدة طالعة كده متمسكة ومستوية وجميلة جدا بسم الله اول حاجة انا بجيب السمان كده الكمال اللي انتم حبينها ويه بورق كده بافصل الجلد كده عن لحم السدر ويه بعيد علي يا بنات تنظيف بغسلوا كده بملح ولمون كويس وبيسيبوا منقوع سعف الملح واللمون بعد كده بشطفوا كذا شطفة وبطلعوا بمصفة شايفين يا بنات فلة فوش رحت الزفورة بسم الله طيب دول كوباية ونص قد مج الشاي من الرز المصري وعليبة صلايا كبيرة كده مخرطها ناعم نصف معلقة فلفل قصمة نصف معلقة كمون سنة من جسط الطيب يا بنات وسنة من القرف حاجة بسيطة جدا شعرة كده وعليهم السامنة البلدي وفرقتهم كده في بعض زي ما انتم شايفين نايف نايف كده وقلبوا الحاجات دي كلها في بعض وبعد كده هنقلها في حلة يا بنات وهقلبها دقيقة واحدة على النار وبعد كده هحط نصف كباية ميا سخنة شايفين الكباية يا بنات كباية الشاي العادية نصفها بس ميا كده سخنة او دفي يا بنات كباية على الرز وهوطي وهغطي عليه يدوب بس يشرب يا بنات نصف كباية الميا وهطفي عليه انا بص هو ناية لسه يا بنات بص انا فردته على صنية اهو عشان يبرد ولما يبرد هحشي بص هو ناية هحشي بقى السمان بسم الله ممكن عايزين تحشو من القلب بس اوكي عايزين تحشو بقى من القلب ومن السدر عادي خالص بس ما تقطروش يا بنات علشان ما يفرقعش منكم الجلد بتاعه حساس اكتر من الحمام كمان ارق من الحمام بسم الله وبوزع كده شوية الرز في السدر كده وما بدكوش يا بنات علشان ما يفرقعش في المياه وانا بسلوه شايفين المنظر في دقايق كده يا بنات وكتفت الرجلين وخلص معايا على كده ممكن تربطوا الرجلين بحطة خيط يا بنات زي دي كده كانت مقطوعة زي ما انتم شايفين كده فيها قطع كبير بقضم الرجلين كده ويبحطة خيط وبلفوا عليها طريقة سهلة جدا يا بنات وسوى مشوي في الفرن كان رائع سوى محشي زي الحمام بالرز والسمنة البلدي كان اروع واروع يا بنات بسم الله بالمنظر السهل السريع ده وعملوها حبيبة على طريقة السمان فيه فوات كتير او يا بنات في حالة كده حجمها صغير على قد السمان ويباملة نصها بس مية انا بعملو معاملة الحمام يا بنات بعد كده بحط معلقة ملح وحدة لومي كده مخرومة افتحها علشان اخد النكهة بتاع قدتها فاصين مستيكا فاصين حبهان فلفل اصمر حب ونص صعود ارفة بس يا بنات ما تقطروش ارفة ورقتين لوري حبها الطماطم جزر وببصل وبنزل كده باسم الله المية بتغلي بنزل بالسمان بص يا بنات يا دوب المية مغطيه مش بعومه في المية الحاجات دي ضرورية يا بنات عشان ما تفتحش من نكم يا دوب هيغلي من الجناب وهغط عليه وهوط عليه عين البتوجاز وقادي بصلة كده متخرطة ناعم عشان ناخد شوية شربة رائعة بصوا يا بنات الشربة بتاعته تشفي العليل تسقوا تعملوا بها شوية ملوخية تسقوا بها شوية محشي حاجة جميلة جدا تعملوا بها لسان العصفور تلت ساحب الزبط يا بنات كان السوا غلوتين طيب يا بنات انا عندي عود كرفس اهو حطت عود كرفس علشان الزفورة ما بيقاش فيه اي زفورة يا بنات بنعود الكرفس وتلت ساعة ده كان منظره بقى طلعته على صنية وحنقولكو ازاي هدهنه بقى الدهان اللي انا هدهنه بيه بيخلي لونه كله موحد اللون الاصفر الدهبي وتحت الشوية ثلاث دقايق بس يا بنات دي معلقة بابركة معلقة سمنة بلدي كبيرة ونص معلقة صغيرة ملح ونص معلقة فلفل اصمر ربع معلقة كمان يا بنات صغيرة مش نص كمان ويه بقى اللي بالحاجة دي كله في بعضه بدهن السمان بدخله تحت الشوية خمس دقايق يا بنات اخد اللونه الرائع اللي انتو هتشوفوه دلوقتي كان لونه كله موحد ورائع جدا يا بنات والطعمه ولا اروع من كده معلقة السمنة البلدي في حشو السمان وفي تحمير السمان بتفرق جدا مش حمرته في زيت حطيته تحت الشوية يا بنات واخد اللون الجميل ده لحمه طريق والرز مفلفل وحاجة باسم الله ما شاء الله بصوا يا بنات ريحت وكانت بروايح يعني مش قادر اوصف لكم كان مفروض عايزين اربعة عليهم كمان كان رائع جدا وطعمه حلو قوي يا بنات والرز مفلفل واللحمة مستوي جربوا يا حبيبي على طريقتي اشتركوا في القناة